انا اريد اكتب كتابة بها المنطقة بيش حالة الى ابقى اضغط انتر الماوس ما رح ينزلي الى الاسفل ليش لان رح يتفعلي ويزحفلي الصورة الى الاسفل في بيش حالة انا محتاج ان اضيف كتلة نص اقدر اتحكم بيها واخليها باي مكان انا اريد هذه كتلة النص اللي انا اقدر اتحكم بيها اسمها مربع نص مربع النص وهو كتلة نص منفصلة عن النص الاساسي اقدر اتحكم بيه والونه وانسقه بالتنسيقات اللي انا اريدها بكل حرية وسهولة اشلون اضيف مربع نص طبعا بعد ما اروح على ادراج اروح على عدي هذا الخيار اللي هو مربع نص هذا الخيار اللي هو مربع نص رح يطلع لي هذين اشكال مربعات نص جاهزة أنا أفضل أن أرسم مربع نص بإيدي اللي هو من خيار رسم مربع نص وأجي هنا أرسم هذا مربع النص وأكتب مثلا زرقاء أكتب مثلا زرقاء اليمامة مثلا وطبعا أقدر أنسق النص اللي أنا ضفته من خلال الصفحة الرئيسية مثل ما أتعلمنا بي المحاضرات السابقة أقدر أكبر حجم الخط أزغر حجم الخط أقدر أمطي بولد أقدر أغير لون الخط مثلا إلى اللون الأزرق وهكذا صارت عدي هذه الكتابة ألاحظ أن مربع النص ألاحظ أن مربع النص يحتوي على خلفية ذات لون بيضاء ويحتوي على إطار ذات لون أسود هذا الإطار اللي هو باللون الأسود اسمه المخطط التفصيلي والخلفية البيضاء اللي هي الموجودة داخل مربع النص اسمها التعبئة فيفضل عندما أضيف مربع النص يفضل ألغي لون التعبئة والألغي لون الإطار أو المخطط التفصيلي زينا الشون ألغي لون التعبئة ولون الإطار أحدد المربع النص وأروح على قائمة تنسيق وعندي هذا الخيار هنا اللي هو تعبئة الشكل تعبئة الشكل اللي هو الخاص بتعبئة مربع النص طبعا أقدر أغير لونه إلى اللون اللي أنا أريده مثلا أخضر وبنفس الوقت أقدر أختار بلا تعبئة لمن أختار بلا تعبئة يعني معناتها مربع النص صار خالي من التعبئ وألاحظ أنه صورة النظارات صارت ظاهرة من خلال مربع النص شو بقعدي؟ بقعدي الإطار هذا الإطار اللي هو المخطط التفصيلي طبعا من نفس الخيار من قائمة تنسيق ولكن الخيار الأول اللي هو تعبئة الشكل الخيار الثاني اللي هو المخطط التفصيلي وأختار بلا مخطط تفصيلي يعني أنا شويت؟ سويت بلا تعبئة لغاية اللون الأبيض اللي هي الخلفية البيضة وسويت بلا مخطط تفصيلي لغاية الإطار المحيط بمربع النص طبعا أقدر أنا أتحكم بمربع النص ويعني أنقل مكانة أقدر بالأسهم وأقدر بالماوس مثلا أنا رح أخلي هذا الشكل نقول هيتي ونضيف مربع نص آخر حتى هم نتعلم نروح على إدراج مربع نص رسم مربع نص وأختار مثلا بهالمنطقة لتجارة النظارات الشمسية والطبية طبعا أقدر أحدد النصي أما من كونترول أي للكيبورد أو بالماوس أحدده وأقدر أكبر حجم الخط مثلا وأختار لون خط مثلا هذا اللون الأسود أو ممكن لون جوزي يرمز إلى النظارات الشمسية مثلا وأقدر أنطي بولد وتحكم بهذا المربع النص طبعا أريد ألغي الإطار الموجود المخطط التفصيلي من خلال تنسيق المخطط التفصيلي وأختار بلا مخطط تفصيلي ممكن أنا أجي أزغر شوية مربع النص أزغر النص شوية وأخليها بهالمكان هذا فيما يخص إدراج مربع النص